توصلت حركة حماس وإسرائيل لاتفاق برعاية مصرية قطرية بشأن تمديد الهدنة الإنسانية لمدة يومين مع استمرار تبادل الأسرى والمحتجزين جاء الاتفاق الجديد بعد نجاح الاتفاق المؤقت بالتهدئة الذي استمر لأربعة أيام وتم خلاله تبادل تسعة وستين محتجزا من الإسرائيليين وحملت الجنسيات الأجنبية لدى حماس مقابل قيام إسرائيل بإطلاق سراح 150 أسيرا فلسطينيا من سجونها أمال جديد يلوح في الأفق في أعقاب الإعلان عن تمديد اتفاق التهدئة بين إسرائيل وحركة حماس يومين إضافيين بعد عدوان إسرائيلي غاشم على قطع غزة دام 48 يوما إعلان تمديد الاتفاق جاء بعد نجاح الاتفاق المؤقت بالتهدئة لمدة أربعة أيام بدأت صباح يوم الجمعة الماضي واستمرت حتى صباح اليوم لتبدأ بعدها هدنة لمدة 48 ساعة وخلال اتفاق الأيام الأربعة تم تبادل تسعة وستين محتجزا من الإسرائيليين وحملت الجنسيات الأجنبية لدى حماس مقابل قيام إسرائيل بإطلاق سراح 150 أسيرا فلسطينيا من سجونها الجهود التي بذلتها مصر بالتعاون مع قطر نجحت في تمهيد الطريق أمام الطرفين للتوصل إلى اتفاق جديد لتمديد الهدنة ليومين إضافيين وهو ما سيسمح بتبادل المزيد من الأسرة والمحتجزين بجانب دخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى كل المناطق بقطاع غزة الذي يعاني آثار العدوان وبموجب اتفاق الهدنة الممتدة الذي بدأ من السابعة من صباح اليوم حتى صباح الخميس المقبل سيتم إطلاق سراح نحو 20 محتجزا إسرائيليا مقابل خروج 60 معتقلا فلسطينيا حركة حماس من جهتها قالت إنها سعت إلى تعديل الشروط التي ستطلق بموجبها سراح المحتجزين بالإضافة إلى النساء والأطفال الذين أفرجت عنهم بالفعل وفي المقابل أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلية أن الحكومة وفقت على إضافة 50 محتجزا فلسطينية إلى قائمتها للفلسطينيين المحتمل أن تطلق سراحهم إذا تم الإفراج عن المزيد من الرهائن الإسرائيليين